احرار الله اخواني الافاضل اينما كنتم حيكم الله نحن اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 والساعة العاشرة وخفص دقائق بتوقيت الجزائر وهذا حديثي اليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر التيك توك ازل في لون اخواني حياكم الله اخواني اينما كنتم حي الله احرار البلاد وحرار المنطقة المغاربية والمنطقة العربية وحرار اينما وجدوا هيا الله اولئك الذين يقفون مع المستضعفين ضد الاستكبار العالمي وفي هذه الايام نعيش واحدة من هذه الحلقات حلقات الاستعمار والاستكبار التي بطلتها ما يسمى بالكيان الاسرائيلي حيث يستمر هذا الكيان الاجرامي في قتل الفلسطينيين في غزة وايضا في الضفة الغربية في الحقيقة ولكن خاصة في غزة قتلا قل له نظير جعل العالم اغلبية سكان هذا العالم ينزعجون ويغضبون ويحتجون بعضهم يحتج بعضهم يتظاهر بعضهم يخضب هناك انتفاضة عالمية غير مسبوقة لم يسبق للعالم ان شهد انتفاضة يجمع فيها سكان هذا الكوكب بشكل او باخر باعداد تزيد هنا او تقل هناك بحركات هنا وهناك كما يحدث هذا العالم اليوم هذا الكيان اقدم على مجازر اخرى واصل جرائمه في مجمع الشفاء واقدم على طرد المرضى والجرحى والاطباء من هذا المجمع وبقي 120 مريضا حالتهم متضهورة جدا لم يستطيعوا الحركة وكانوا بعض الذين اجريت لهم عمليات جراحية وبعض المصابين بجراح وبعض الذين قطعت اطراف منهم اضطروا للمشي اكثر من 11 كيلومتر في جريمة اخرى من جرائم الحرب كما تقول القوانين الدولية خاصة الاتفاقية الرابعة اتفاقية جنوب الرابعة جرائم حرب تتلوها جرائم حرب لتتلوها جرائم حرب كان هناك قصف ايضا للمدارس خاصة مدرسة الفاخورة التي تقصف للمرة الثانية في ظرف اسبوعين وكان عدد الذين استشهدوا والذين جرحوا كان عددهم اكثر من 200 اطفال نساء رجال ردموا تحت هذه المدرسة التابعة للامم المتحدة ومن ثم فالاختراق هنا مزدوج جريمة حرب مزدوجة اولا لانها ضد مدرسة او ثلاثية في الحقيقة لانها ضد مدرسة ولانها فيها مدنيين ولانها تابعة الامر المتحدة وجرائم اخرى لا تتوقف جرائم في خان يونس وفي جنوب القطاع الذي تقول عصابات الصهاينة يقولون انه امن لكن نجد ان اكثر من 40% من القصف الذي يقع على غزة يقع في الجنوب حيث هجر اكثر من مليون ساكن من الشمال الى جنوب غزة جرائم متواصلة قصف للمدارس للمخابز المخابز خرجت على التغطية منذ اكثر من عشرة ايام اخر مضحنة قمح قصفوها قبل حول اربعة ايام قصفو كل شيء وهذه الايام ايضا كان لهم قصف اكبر ومتزايد على المساجد اكثر من نصف مساجد القطاع تم تدميرها كليا او جزئيا مئات من المصلين دفنوا تحت المساجد وانقاذ المساجد ما هيك عن الذين يسكنون بجوارها لا تسمعون عنها كثيرا قضية المساجد خاصة لكن هناك دمار هائل ضربوا ايضا كناس دمروا ثلاث كناس وهذه ايضا جرائم حرب فهذه اماكن عبادة واشياء اخرى متواصلة وحرب قدرة جهنمية يسلطنها الشعب الفلسطيني في الحقيقة لقد فعلوا هذا من قبل انما الفرق الان هو اننا في زمن القرية الواحدة سبعمائة الف وكانوا سبعمائة الف هما اكثر من نصف السكان وقتلوا منهم عشرات الالاف لكن الناس لا تتذكر الا بضعة مجازر الذي تم تصويرها او الكتابة عنها لكن كانت هناك مجازر مرعبة اما الان فان العالم والقنوات والفضائيات والمواقع والتليفونات تصور هذه الجراعم وهذه البشعة لحد الان قتل حسب اخر الاحصائيات اكثر من اثنعشر الف وثلاثمائة من المدنيين وهناك اكثر من الفين تحت الانقاض من هؤلاء المدنيون الذين قتلوا من هؤلاء المدنيين الذين قتلوا اكثر من خمسة الاف طفل اذا كنت تشاهدني او كنت تشاهدينني وامامك اطفال اما ابنائك او ابناء لأقاربك او لاخوانك او لاشقائك تصور ان ذاك الطفل اللي بجنبك قتل مثل اكثر من خمسة الاف تصور ان تلك الطفل اللي بجنبك قتل مثلها اكثر من خمسة الاف ذكورا وإناثا ومن الثلاثة ألاف تقريبا لتحت الأنقاض هناك على الأقل على الأقل 1200 طفل تصور ذلك العدد أكثر من 3300 امرأة المئات منهم كانوا بالحمل قتلهم وأحمالهم تخيل 3300 امرأة وما زال القتل مستمر طبعا هذا القتل الانتقامي ستدفع البشرية كل ثمن له ولكن الذين سيدفعون الثمن أكبر هي القوى الغربية التي تدعم هذا الجنون الصهيوني وكيف ستدفع القوى الغربية ذلك كثيرين اللي في مناصبهم وفي مراكزهم وفي سيخسرون الانتخابات يكرهونهم شعوبهم اليوم عبر عليها أحد النقابين البريطانيين قال أغلبية الشعب مع غزة وفلسطين وأقلية من الحاكمين مع الصهيونية وإسرائيل تعبير دقيق وسيدفعون أيضاً الغرب سيدفع أيضاً لأن التوحش القادم من الصين وربما من الهند أيضاً ومن روسيا ومن دول أخرى سيكون على حساب الغرب في الغالب ثم أن هذا القانون الدولي الذي ساهم الغرب بشكل رئيسي في صناعته وفي قيام القانون الدولي ينهار ينهار تحت كل قصف يقتل نساء ويقتل أطفال تنهار القيم ومبادع الشرعية الدولية والقانون الدولي اللي الغرب مستفيد منه بشكل كبير نعم كثير من الشعوب المستضعفة مستفيدة في حدود معينة لكن الغرب له استفادة أكبر من هذا القانون الدولي الذي نراه أمام عيوننا وبكل ألم وبكل غضب نراه ونتألم لانهيار هذه القوانين لأنها كما قلنا تحمي المستضعفين في حدود معينة لكن الغرب كان يستخدمها أيضاً لكي يحدث ما يسمى بالاستقرار الاستعماري الاستخدام القانون الدولي الاستقرار الاستعماري سينهار نحن نتجه إلى التوحش إلى فوضى عالمية ولو بعد حين بعض بعض المسؤولين الغربيين يتحدثون عليها في غرف مغلقة أو في جلساتهم الخاصة أو مع بعض الصحفيين لكن بعض المسؤولين تحدثوا عنها شيفنا ديفيلبان قبل أربعة أيام وخمسة أيام وهو وزير خارجية فرنسي وكاتب فرنسي معروف وسياسي معروف ولا أحد يقول أنه متعاطف مع الفلسطينيين ولكن قال لهم إن نتنياهو يأخذنا إلى الجحيم لهذا المعنى آخرين كثيرين يقولونها السهينة عموماً ونتنياهو خصوصاً والمتطرفين معه يأخذون المنطقة ككل وربما العالم ككل إلى كوارث تأثيراتها ستأتي تبعاً تأثيرات ليس الآن فقط الآن الناس ستشوف في هذه الدماء وفي هذا الأنهار وفي هذا والناس تستغرب ما زال الإعلام الغربي يغطي على الكيان الإسرائيلي لكن هذه التغطية ستتعرق قليلاً كل يوم أكثر نشوفه في قناة فرنسية تابعة لي وزارة الخارجية الفرنسية ما كناش نتوقع أن يكون الصحفي يواجه أحد الناطقين باسم هذا الجيش الإجرامي بما قاله له سنراح فيما بعد والحقيقة أن هناك انقسامات في الغرب وغزا إذ تحيي المستضعفين وتحيي المنهوبين وتحيي الضعفاء في هذا العالم وتعطيهم أمل أن المستضعف هذا قد يسمع صوته إلى العالم أجمع ويؤثر فيه بشكل قوي فإنها تفرق الطغاة وتقسمهم الانقسامات موجودة اليوم خاصة ضمن المؤسسات القربية الانقسامات والمؤسسات القربية حتى نكون منصفين ليست كلها مؤسسات سيئة أو طاغية ولكن فيها الطاغي وفيها السيئة والسيئة جدا وهناك انقسامات هناك انقسامات داخل الحكومات هناك انقسامات داخل الأحزاب هناك انقسامات داخل مواقع تلفزيونات وداخل الجرائد وداخل المجتمعات ما يسمى بمجتمع المدني والمنظمات المجتمع المدني هناك انقسامات ما زال هناك جزء من الشارع الغربي يدعم الكاني الإسرائيلي لكنه يتضاءل كل يوم أكثر يقل كل يوم أكثر وكل يوم يزداد عدد الذين يقفون مع فلسطين يوم في بريطانيا كان هناك مئة فعالية مئة حدث في بريطانيا مئة حدث ما بين مظاهرة ما بين احتجاج ما بين الذهاب إلى محطة قطارات واحتلالها ما بين محاصرة أحد السياسيين المساندين بلا حدود إلى الكيان الصهيوني مئة هذا غير مسبوق فبريطانيا إجمالا كانت مع الكيان الإسرائيلي أو لا تبالي قليلين جدا من الناشطين والمتعاطفين والفاهمين والإنسانيين الذين كانوا يعرفون ما يجري حقيقة ويتعاطفون مع الشاب الفلسطيني بشكل عام قادة الكيان الإسرائيلي في الدول الغربية يقولون إننا نخسر الرأي العام الغربي الذي ظل يناصرنا لمدة 75 عام منذ قبل قيام كيانهم الغاصب إلى ما قبل 7 أكتوبر وفي الأيام الأولى لبعث 7 أكتوبر كان هناك تعاطف كبير جدا مع الكيان الإسرائيلي لأن كان فيه قتل لمدنيين وخطف لهم وكثيرين لا يعرفون مثل ما قال الأمين العام للأمم المتحدة قال 7 أكتوبر لم تأتي من فراخ كثيرين لا يعرفون أن 7 أكتوبر لم تأتي من فراخ لكن مع الانتقام الفضيع البشع الرهيب المروع اللي بدأته هذه العصابة الإجرامية في تل أبيب بالطائرات بداية ثم لحقت الآن بالدبابات طائرات والبارج الحربية والطائرات الدرونز الآن أيضا بالدبابات وبغيرها بدأ الرأي العام يتغير وبدأت الناس ترى أن حتى ولو كنتم على حق في 7 أكتوبر كثيرين قال لهم نعم نحن ندين ماتهم في 7 أكتوبر ولكنكم تقومون برد غير متناسق غير متناسب نهائيا وأنكم تقتلون بلا تفريق طبعا هم يقولون لأن حماس تختبئ وراء المدنيين عجبا وكأن هذه حماس كانت عندها تكناتها الخاصة ومراكزها الخاصة وجيشها الخاص وثم راح الدخل الدخل المدنيين وهم الحماس هم أيضا أو غيرهم من المقاومة هم مدنيين وهم أبناء هذه الأسر المحاصرة والمحتلة وهم أحفاد الذين هجروا من أراضي 48 كما تسمى 70% من سكان غزة هم من الذين هجروا من الكائن اللي يسمى اليوم كائن إسرائيلي اللي هو فلسطين التاريخية 70% وإذا تسمع المخيمات هي مباني هي ليست خيام لكن بدايتها كانت خيام لأن نرحل لها أبائهم وأجدادهم وخاصة أجدادهم إذن ينقال بالرأي العام وتتغير هذا مزعج ومثير قالوا تحدث حتى عليه اليوم طريق غير مباشر عندما قال علينا ضغوطات دولية هائلة تحدث عليه رئيس الكيان الصهيوني الوزير الأول أي الحاكم الأول فيه نتنياهو يعرفون أن هناك ضغوط شديدة جدا قبلها بأربعة أيام كانت تحدث ما يسمى بوزير خارجيته أيضا وقال لهناك ضغوط شديدة علينا ويريدوننا أن ننهي الأمر في خلال أسبوع أو أسبوعين لكن الأمر سيأخذ أطول من ذلك نعم هناك ضغوط وهذه الضغوط اليوم سبع السياسي الغربيين الآن نابعة من الضغوط الشعبية كثير من السياسي الغربيين لم يعودوا يذهبون إلى المطاعم ليعرفوا الناس أنهم يذهبون إليها غيروا بعض المطاعم غيروا بعض التحركات غيروا بعض الخروج وبعض السياسي الغربيين يحاصرهم سكان هذه البلاد في بيوتهم شفناها مع رئيس أكبر حزب معارض هنا حيث حصروه في البيت وحصروه في المكتب شفناها مع رئيس الوزراء الكندي الذي طردوه تحت هيجاء تحت صيحات الاستهجان وتساؤلات غاضبة أنك مجرم ويدك فيها الدماء طردوه من مطعم كان فيه وسياسيين كثيرين حدثت مع رئيس الوزراء فنلندا أيضا وآخرين كثيرين مع كثير من النواب والكونغرس والشيخ الكونغرس الأمريكي حدثت مع بايدن الذين ذهب الناس إلى إما حملات الانتخاب أو حملات الخطابة اللي يديرها أو حتى إلى بيته الأمر يتغير هذا نرى نتيج الآن لكن هذه نتائج أولية لأن النتائج فيما بعد هي المهمة جدا الأغلبية العظمى من الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة في الغرب أصبحوا ضد إسرائيل الأغلبية العظمى بل أن في بعض الفئات وصلت نسابهم إلى أكثر من 70% هذا لم يكن من قبل تقريبا كل الجامعات والكليات والمدارس العليا في الغرب فيها انقسام وانقسام شديد مع أغلبية لصالح فلسطين أكبر مظاهرة شهدتها واشنطن منذ أكثر من 20 عام كانت لصالح فلسطين هذا لم يكن من قبل هذه التغييرات مهمة جدا إنها دماء أولئك النساء والأطفال والرجال الذين يقتلون بهذه الطريقة فقط لأنهم أرادوا الحرية 7 أكتوبر لم تأتي من فراغ جاءت من 75 سنة تحتلال تحت استضعاف تحت تعذيب تحت سجون تحت إبادة تحت قهر طبعا بعض الساسة الغربيين يبدو أنهم إسرائيل هم كما الدعاية الإسرائيلية مش فهمين هذه التغييرات تعرفوا أنه الآن كتابات كثيرة في الغرب تتحدث يقولوا أن الدعاية الإسرائيلية سخطت سقوط مريع خاصة في قضية مسجد الشفاء مستشفى الشفاء رح نقرأ لكم من بعد من إحدى الجرائد وش تقول قالوا أنهم يعني المبتدئين في الدعاية ما يدروا أخطاء اللي داروها وهذه قنوات في الغالب مناصرة للكيان الصهيوني لماذا أعرام يعمى هناك أراني نشوف صراحة نقول بيفاعل يعني كالإنسان يعمى يقول لي ما يشوفش ما هو بديهي أمامه ما هو منظور للناس جميعا وما هو منظور للناس جميعا أن الكيان الإسرائيلي الآن لدى الأغلبية من البشر شرقا وغربا شمالا وجنوبا في الأمريكيتين كما في إفريقيا كما في آسيا كما في أوروبا أغلبية الناس الذين يتابعون الأحداث يرونه شرا مطلقا يرونهم دمويين هذه كانت تنسب في الغالب لغير الغربيين تنسب للروس تنسب أحيانا للصين ونصبت في فترة معينة لليابان أو حتى لألمانيا النازية ونصبت في الكثير للمسلمين لكن الناس ترى أن هذا الكيان يقدم ويقتل يوميا المدارس المساجد الكنائس المستشفيات الطرقات المباني ويقتل بلا حدود وهذا العالم الغربي قادة في الغرب في أغلبهم ليسوا كلهم لكن كثير منهم يساندونه إن نيتنياهو يجر هؤلاء القادة إلى وحل كبير وكبير جدا من بين أهم إذن الأخبار تلك اليوم كانت عدد من دعنا نسمعوها من أحد الفلسطينيين أحسن ربما عبر عليها اسمعوش يقول أكثر من مجزرة مستوى قطاع غزة منها مجزرة في مخيم جبالي راح بحيتها أكثر من 200 شهيد متخيرين في مجزرة واحد أكثر من 200 شهيد في مجزرة تانية كانت في منزل لعائلة الأغة في خانيونس هذا المنزل والله كان يمود عني خمسين متر فقط لا أغير صور تلكم مشاهد أقسم لله بالتقطع القليل بحيار قوة مش أكترف أكترف هذا مقطع فقط مما قاله هذا الشاب ومجازر أخرى تتواصل وتتواصل وبالمناسبة هناك مجزرة ولكن نطاق مصغر تقع في الظفة الغربية فلحد الآن منذ 7 أكتوبر بعد 43 يوم قتل أكثر من 210 وجرح المئات أكثر من ألف واعتقل أكثر من 2500 وبعض يقول 3000 ودمرت عشرات المباني وجرفت عشرات الطرقات وحطمت مئات السيارات للفلسطينيين حتى الدراجات وهجمت المنازل وهجمت أشجار الزيتون وهجم الرعاة وهجم الفلاحون الفلاحين الفلسطينيين ويزداد المستوطنون توحشاً ومرأة الناس في بلدة حوارة قبل أسابيع يتكرر الآن على نطاق وسع في وقت ما زالت فيه الميليشيا الفلسطينية المسمات سلطة فلسطينية ولديها سبعين ألف ليست مبالغ هذا الرقم الحقيقي سبعين ألف ما بين عناصر شرطة ومخابرات وأجهزة متعددة تنسق أمنياً مع الكيان الإسرائيلي وهو يهدم البلدات والمدن والقرى الفلسطينية وهذه السلطة مدعومة من طرف أنظمة عربية التي تقدم لها المال ومنها النظام العصابة في الجزائر الذي قدم المال وراء المال لعباس وميليشياته لحراسة الكيان الصهيوني ترون عين تذهب أموالنا ثم يخرج يقول لك أنا مع فلسطين ظالم ومظلومة أنتم تذبحون الفلسطينيين بمالنا عن طريق تمويل ميليشيات عباس التي تعتقل وتعذب وتسجن قتل ثلاث فلسطينيين في مظاهرات في هذه الأيام الماضية لا تسمعون كثير عن الموضوع هذا لأن البعض لا يريد أن يظهر هذه النقطة لكن هذه نقطة حساسة وحساسة جدا بالنسبة لنا كجزائريين على الأقل يجب أن نندد بهذه العصابات الإجرامية التي تقدم مالنا يا ليته ذهب لمستشفيات أو لمدارس أو لمصانع أو إنما يدفع للحركة من أبناء فلسطين اللي يخدموا الكهن الإسرائيلي وفي كل مجتمع ستجد الحركة لأن البعض يحتاج المال وهو من أجل المال مستعد أن يقدم والديه وأبناءه إذا لزم الأمر يجب أن نندد في كل حين كجزائريين بهذه العصابة التي تقدم مالنا وتكذب أينما تقول أنها مع فلسطين ظالم ومظلم بين المعلومات التي لدي أنهم قالوا لعباس قل لأصدقائك الإسرائيليين أنا مع النش مشكلة معك نريدكم فقط ألا تدعموا المخزن أي مشكلتهم ولذلك تحديتهم هنا عشرات المرات ولسنوات من أن يكون هناك قانون يجرم التطبيع مع الكانين الإسرائيلي وقانون يجرم الاستعمار لم يقوموا به ولن يقوموا به وإذا مضطروا تحت ضغوطات الناس فإنه سيكون فارغ لكنهم لم يقوموا به لحد الآن البعض مرات يقولون معليش نظام موقف نظام جزائري أفضل من هذك السعودية ومصر ومليح الركز على هذوك نحن لنبيع الأوهام نظام جزائري هذوك خرجلها علنا هؤلاء أشرار فجار مجرمين وقتل علنا السيسي يخنق فلسطين علنا يخنق غزة علنا حتى قبل هذه الأحداث كان أغرق أنهى ألغى مدينة كاملة سمى مدينة رفح المصرية نحة من الوجود وهي مدينة توأم يعني قريبة من مدينة رفح الفلسطينية كلاهما رفح وبيناتهم حدود أغرق الأنفاق اللي كانت تهرب منها أشياء كثيرة لغزة يسجن المقاومين في سجونه كما يسجن عشرات الألاف المصريين هذا خارج عيناني والمصريين يعرفوا حقيقة السيسي ولا أحد يقول لك أن السيسي مع فلسطين ظالمة ومظلومة وحتى مع فلسطين بدون حتى أي توصيف لكن العصابة تستخدم الاستهبال نعم ما يش مطبع في العالم لكن الحقيقة أنهم لا يستطيعون حتى إصدار قانون يندد بالتطبيع أو يمنع التطبيع ولديهم علاقات ولديهم اتصالات ويتواصلون مع كثير من المخابرات الغربية ويقولون لهم ما عندنا مشكلة مع إسرائيل ومال نذهب لعباس اللي هو في خدمة إسرائيل على الأقل هذا المال لكن هل تسمعون بأسم مدرسة جزائرية في غزة أو في الخليل أو في ريحة أو في القدس ما كانش هل تسمعون بمستشفى جزائري في غزة أو ما كانش أو في ضفة الغرب ما كانش بينما كان التركي والماليزي والأندونيسي والقطري وعشرات الدول حتى الكندي حتى الأوروبي هناك مستشفى الأوروبي بينما كان لو كانوا بالفعل حد أدنى مع فلسطين كانوا يقدموا مدارس ومستشفيات وليس تمويل المخابرات والشرطة تعباس التي هي في خدمة الكانين الإسرائيلي نعود إلى ما يجري إذن هناك فهي تستمر ولكن أيضا تستمر المعارك الظارية وقد كانت هناك أمس واليوم معارك ضارية تحدث عنها حتى ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي جالنت لقال نخوض معارك ضارية في بعض مناطق مدينة غزة منذ 23 يوم منذ أن دخلوا إلى غزة إلى مدينة غزة وشمال غزة بريا بالدبابات هذا الجيش اللي كانوا يصنفوه على أساس أنه خامس جيش وبعض الدول وبعض التصنيف هتحطوا في أفضل عشر جيوش في العالم منذ 23 يوم ما زال يلقى مقاومة ضارية مقاومة كبيرة شديدة عنيفة اليوم أعلن هذا الجيش ذاته بأنه خسر الستة من جنوده وضباطه وقال أنهم وصلوا الآن إلى 58 منذ العملية البرية طبعا هذا رقم هو أقل من الحقيقة بكثير بعض التقديرات وبعض الخبار يقولوا أنه أقل من الحقيقة بخمس مرات أي أنه إذا كان 58 فأعلم أن العدد هو في حدود 300 يقل قليلا أو يزيد قليلا وإذا كان عدد الذين أعلنوا عن قتل الآن لم يعود يعلنوا عن الجرحة في الأسبوع الأول العملية البرية أعلنوا عن 265 جريح نظن في اليوم الخامس أو السادس إذا أخذنا فقط أنها كانت أرقام صحيحة ونحن اليوم في اليوم 23 أي أربع أضعاف على الأقل والحقيقة أن الرقم قد يكون أكبر نهيك على أنه ما خسروه من آليات ومن مركابة ودبابات التي تعتبع بين أفضل للا مش هي أفضل دبابات في العالم كما يسمونها المركابة أربعة خسروا من الآليات وهذه الدبابات ما يقترب من المئتين الآن أماما مجموعات صغيرة مقاومة محاصرة منذ 16 سنة لكنهم يريدون الحرية وهم يفهمون أن الحرية يتحصلون عليها أحياء أو أموات الذين يموتون من أجل أن يتحرروا من الضغيان فهم أحياء هذا بنص ديننا وبنص كثير من الأدبيات المقاومة حتى التي هي ليست لا علاقة لها بالدين تعتبر أن من يموت من أجل الدفاع عن حقه حتى في أدبيات الملحدين أو بعض الذين لا دين لهم يعتبرونه أنه حي لأنه يحيي الآخرين فمن بالك نحن لدينا آيات تتلى منذ 14 قرن عن أولئك الشهداء الذين هم ليسوا أموات حتى وإن ظن الناس حسبوا حتى إذا حسبهم الناس أموات أو أنهم قد ماتوا إنهم أحياء أحياء عند ربهم وأحياء يحيون الناس إن الذي أحيانا كجزائريين هم أولئك عشرات الآلاف مئات الآلاف من المقاومين الذين قاوموا على مدار 132 سنة ففي الأخير انتصر الشعب الجزائري بتلك التضحيات وليس أولئك الخوانة أو القومية أو الحركة أو أو الزواب أو كل الذين وقفوا مع الاستعمار ذهبوا إلى مزبلة التاريخ وما عند الله أعظم إذن المقاوم أي مقاوم في الحقيقة يحيي الآخرين حتى وإن مات والحقيقة أن غزة أحيت شعوب كثيرة شعوبنا التي كادت أن تصبح موات أقل شيء صحيح نحن شعبنا في الجزائر ممنوع البارح منعوم بقوة في القبة مثلا ويطلبون من آئمة سي سي بي أن يهدئوا الأوضاع ويخوفون بالمخابرات الإرهابية ويذهبون إلى بعض الشباب وإذا بعض الأمصار يقولوا لهم حذروا ولادكم رحمهم يحبوا يديروا الفوضى على فلسطين إلى آخره لكن كل الشعب الجزائري مثل كل شعوب خاصة الشعوب المسلمة قلبه هناك وعقله هناك وكثير يبكي كاد يبكي دما وهو يرى ما يحدث ولكن اللي صعيب على الناس هو يرى أن هذه العصابة التي تزعم أنها مع فلسطين ظالمة ومظلومة لا تتركهم يتحركون حتى كما يتحرك الناس في لندن أو في واشنطن أو في باريس أو في مارسيليا أو في بريكسل أو في أمستردام أو في أي مدام عاصمة غربية تدعم هذا الكيان ها هي اللي الناس مش قادرة تفهمها لكن في الحقيقة كثيرين فهموا الآن اللي كانوا كان بعض الناس يقول لك على الأقل هذا النظام ما هوش مطبع وما هوش شاب يا ليته جاء مطبع وخلى الشعب الجزائري يخرج كما راهم دائرين جماعة التطبيع في المغرب لماذا؟ لأن اللي يظهر في المغرب حقيقة الموقف الشعب المغربي ظهر بقوة وضعف الموقف الرسمي اللي كثير يبررونه بأنهم طبعوا لأن عصابات الجزائر جنرالات يهاجمونهم ويخشون أن يهاجمونهم لكن بغض النظر على أي تبرير أو تفسير الشعب المغربي يخرج وبعشرات الألاف ومئات الألاف بالرغم من أن النظام مطبع ما الذي يمنع هذا النظام ليزعموش مطبع على ما يمنع الجزائريين؟ سامحوني نهضر على غزة ومبعدنا القروحين نهضر على هذا العصابة لأني أشعر بألم حقيقي خاصة أن كثيرين يتواصلوا معايا ويقولوا لي لماذا يمنعوننا من أن نمشي في قراءنا وفي بلداتنا وفي شوارعنا نحب أن نخرج زعافنا فقط لعل البعض منكم تابع ما يسمى بندوة صحفية لثلاثة من كبار المجرمين الذين يقودون هذا الكيان الإجرامي وهم رئيس الوزارة نتنياهو ووزير الدفاع غالانت والجنرال الذي ألحقوه وهو زعيم زعماء المعارضة هناك وأصبح جزء من مجلس الحرب ويسمى غانس ثلاثتهم خرجوا وتحدثوا وناقشوا ومن بين الذي قالوه قال مثلا هذا نتنياهو من بين ما قالوا قال بأن هناك ضغوط دولية علينا في الأسبوع الأخيرة وأن الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوط عظيمة علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب طلبوا مننا عدم الدخول لغزة ودخلناها وعدم الدخول لمستشفى الشفاء ودخلناه ووقف اطلاق النار ورفضناه من اليوم الأول أقود مع زملاء جهود للحفاظ على دعم واشنطن وقدر الولايات المتحدة وصديقنا جو بايدن إلى آخره في الحقيقة يقول الشيء ونقيد الضغوط الأمريكية هي ليس لوقف الحرب فبايدن قال لن تتوقف هذه الحرب حتى القضاء على حماس وهو هذا الهدف الذي حملوه وقالوه منذ اليوم الأول في الكائن الإسرائيلي الضغوط الأمريكية وبعض الضغوط الغربية تقول لهم إنكم تبتكبون حماقات هائلة بقتلكم للمدنيين بدا حدود بمهاجمتكم للمستشفيات بمهاجمتكم للمدارس أنتم تضعفون موقفكم على الساحة الدولية وتفقفون موقفكم في الغرب وتفقفون موقفكم مع شعوبنا فانتبهوا بمعنى الولايات المتحدة في الحقيقة تخلوهم استمروا في الحرب اقضوا على حماس حرروا الرهائن كما يسمونهم لكن ليست بهذه الطريقة الطريقة هي الخاطئة أي أنهم يتفقون على الحرب ولكن يختلفون معهم على الطريقة لأن قيادات الغرب خاصة القيادات الأمريكية ترى مدى الضرر الذي يلحق بالكاية الإسرائيلي ويلحق بهم هم أيضا لأنهم عندما يخرج عدد هائل من موظفيه الخارجية الأمريكية ويحتجون واحد منهم من كبير الموظفين هناك استقال وقال كلام قوي دعونا نرى واش قال نقرأ لكم مثلا واش قال هذا اليومين يعني مش المرات الماضية وهو جوش بول يقول استقلت من وزارة الخارجية لأنه الأمريكية لأنه لا يمكن أن أدعم توفير الأسلحة الأمريكية في الصراع في غزة كنت أعرف أنها سوف تستخدم لقتل آلاف المدنيين عندما يقول هذا قتل المدنيين هو جريمة حرب حتى قتل المدنيين بالمناسبة حتى في الولايات المتحدة وفي قوانين الولايات المتحدة تستطيع أن تلاحق الذين يقتلون المدنيين وبالمناسبة اليوم ترفع دعاوي كبيرة جدا ضد القادة الأمريكيين والكنديين والبريطانيين في بلدانهم مش أمام القانون الدولي أو المنظمات الدولية لا لا في بلدانهم وقد يحدث أن يحكم على بعضهم ولو رمزيا إذن في الحقيقة هو وش خرج قال قال أنهم ضغطوا لنا ونحن نسمعناش ضغوطات ولكن في نفس الوقت نحافظ على علاقاتنا معهم الحقيقة لو أن هناك ضغط أمريكي حقيقي لم استمر نتنياهو ومجموعة مجلس الحرب في الجرائم هذه لماذا؟ باختصار بسيط الولايات المتحدة تقدم اليوم الدعم العسكري أرسلت البورج الحربية حاملات الطائرات آلاف الجنود منهم مجموعة ديلتا الشهيرة هذه في تحرير رهائم تقدم دعما استخباراتيا هائلا عن طريق الأقمر الصناعية عن طريق طائرات التجسس عن طريق الأفراد الذين يزرعونهم عن طريق ما لديهم من خبرات سابقة عن طريق حتى عن طريق السيسي وجماعة الأردن وهذا كلهم خدمين عندهم وتقدم المال وتقدم السلاح أكثر القنابل التي تهاتها على رؤوس فلسطينيين هي قنابل أمريكية ولذلك القرار هو قرار مشترك ولو الولايات المتحدة تأخذ قرار تقول توقف الآن الحرب ستتوقف توقف الآن القتل سيتوقف لأنهم يعرفون أنه في النهاية لو تروح الحماية الأمريكية السياسية والديبلوماسية والقانونية إضافة إلى الدعم المالي والعسكري والتجسسي والاستخباراتي إلى آخره كيف سيذهبون تضح أن هذا الجيش الذي يرعب كل حكام العرب سيئهم أو أسوأهم تضح أنه في الحقيقة يعتمد اعتماد كبير جدا على الولايات المتحدة وأن بايدن سارع في اليوم الرابع بعد 7 أكتوبر سارع إلى تل أبيب لأنه شعر أن هذا الكيان قد اهتز وتضعضع بحق إذن ولذلك هذه هي الحقيقة إذن خرجوا قالوا هذا الكلام لكن اللي مهم جدا فيما قالوا هو أن يشعرون بالضغط اليوم كانت فيها مظاهرتين كبيرتين في الكائن الإسرائيلي واحدة في تل أبيب وقالوا أن تجاوزوا فيها المتين ألف متظاهر وأخرى كان فيها الألاف وقطعت أربعة أيام مشي عن الأقدام من تل أبيب إلى القدس المحتلة وكانوا فيها أيضا خاصة أهالي المخطفين هؤلاء يضغطون بشدة ما زال الرأي العام الإسرائيلي في مجمل مع الحرب لكنهم يختلفون أولا في إدارة الحرب والآن أصبحت الضغوطات شديدة جدا على مجلس الحرب هذا من أجل استرجاع الرحائم أو الأسرة لحد الآن عرف مصير ثمانية أسرة أربعة أطلقتهم المقاومة الفلسطينية وبدون مقابل قالوا لهم لأسباب إنسانية وكنا تحدثنا عليهم في وقتهم وكان هذا قبل حول ثلاث أسابيع قبل حتى العملية البري ثم هم قالوا أنهم حرروا واحدة وهذه مختلف حولها لكن دعونا نقول أنهم واش قالوا صحيح بالرغم أن الجهات كثيرة قالوا لي صحيح وأن هذه اللي تحبت عليها وأنهم حرها كانت في الحقيقة موجودة عندهم وهي مسرحية لكن دعنا نقول أنه صحيح ثم ألقوا اثنين هما قالوا أنهم ألقوا مجندتين ليس بعيدا عن مستشفى الشفاء وقد قتلتا وعلى الأرجح بالقصف انتاحهم حتى هما ما قالوش قتلتا حماس قتلهم حماس وأمس أعلنت حماس لأن هناك رجل كبير من أحد المستوطنين فايت 80 سنة في عمره وأنه مات بالرغم أنهم حاولوا علاجه وقدموا صور وهما يعالجوا فيه في المستشفى في المستشفيات اللي كانت تقصفها الكائن الإسرائيلي كانت المقاومة تعالج الأسرة هذه هي الأخلاق وهذه هي القوة لماذا كثيرين الآن حتى الذين نددوا 7 أكتوبر إلى آخره لكن كثيرين يروا القوة الأخلاقية المقاومة ومقاومة التوحش والبربرية من تعالج الكائن الإسرائيلي والآن غربيين يقولونها إذن هذا هو العدد وفيه مرأة أيضا قيل من أنها ماتت أيضا من القصف تسعة لكنهم رمضت حدثوا على مئتين وربعين هل هؤلاء الرهاينة والأسرة الآن يضغطون بشدة ويقولون يبدو أننا لن نسترجحهم إذا استمر الحال في أفضل الحالات لن نسترجحهم الجثث ولذلك الآن بعضهم يضغط من وجه الوقف الحرب قالوا حتى نسترجعوا قالوا كملوا الحرب فيما بعد لكن جيبونا الأسرة متاعنا الخطير اليوم وأعتقد أن هذا سيثير قلق رهيب داخل كيل الإسرائيلي هو أن نتنياهو قال لم تكن هناك صفقة إطلاقا لم تكن هناك صفقة إطلاقا ولم نتفق معهم إطلاقا وهذا يكذب جهات متعددة جدا على رأسها بايدن اللي يطلع ثلاث مرات والأربع مرات الأسبوع الماضي ويقول نحن على أبواب تحقيق صفقة ويكذب أيضا الحقائق على الأرض لأن الولايات المتحدة أرسلت مدير CIA وقعد خمسيام أو ستيام في قطر يتفاوض مع مدير الموساد يتفاوضون مع المقاومة والوسيط القطري إذن كانت هناك صفقة في الحقيقة وإعلام إسرائيلي إعلام أمريكي إعلام غربي كله تحدث على أبواب صفقة لكن هو أخرج اليوم وقال ما كانش صفقة هذا بمعنى أنه هو الذي أفشل كل الصفقات نتنياهو في الحقيقة لا يريد لهؤلاء الرحاين أن يعودوا أحياء أولا عندما خرجت المرأة العجوز تذكرها خرجت حية ودارت ندوة صحفية كسرت البروباغندا الإسرائيلية تكسر هائل قتلوا معاملون أمليح أعطاونا الأكل أعطاونا الصابون أعطاونا أدوات تعنسة كانوا يتعاملوا معنا بكل أخلاقية ما عذبوناش ما ضربوناش هذه كانت حرة كانت في الكيان الإسرائيلي وقالت هذه الحقائق ولذلك المشرفين كبار المجرمين في هذا الكيان فالحقيقة لا يريدون لهؤلاء الرحاين أن يعودوا لأن شهاداتهم راح تعمق الهزيمة الأخلاقية لهذا الكيان هذا واحد الأمر الثاني أنهم إذا عادوا فبالتأكيد سيتحدثون ماذا جرى كيف خطفوا ومن خطفهم ولماذا كانت سهولة الاختطاف وهل كانت هناك إمكانية لعدم خطفهم خلينا نقرأ لكم جزء من رسالة أو من مقال إسرائيلي اليوم على قضية تعرفوا أن نشترا فيه حديث طويل عريض على أن حماس تعمدت الهجوم يوم السبع أكتوبر لأنها كانت تعرف أن فيه احتفال سيحضره آلاف الإسرائيليين قريب منهم قريب من الحدود مع حماس وذهبت إليهم وقتلتهم واختطفت منهم ماذا تقول الصحيفة الإسرائيلية اليوم كشفت صحيفة هارتس العبرية للأسف الكتابة صغيرة جدا أضطر أن أضع النظارات الأخرين سمحوني كشفت صحيفة هارتس العبرية اليوم السبت أن التحقيقات الأولية لشرطة الاحتلال نقل على الشرطة تشير إلى أن هما يقول المخربين الذين شاركوا في معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم يعرفوا مسبقا عن وجود الحفلة التي قتل فيها 364 شخص بالقرب من رعيم رعيم هي هذه كيبوتس كما يسموها يعني قرية إسرائيلية وكان ثم هناك هذا الاحتفال وكان في غلاف غزة ونقلت الصحيفة عن محقق لم يكشف نفعه عن اسمه أن طائرة حربية إسرائيلية وصلت إلى المكان وأطلقت النار باتجاه المقاومين وأصاب القصف عدد من المحتفلين في الموقع ويقدر المسؤولون أن حركة حماس اكتشفت وجود المهرجان من خلال المظلات ووجهت عناصرها إلى الموقع من خلال نظام الاتصالات الخاص بهم وفق الصحيفة ولم يكونوا يعلموا عن هذا المهرجان من قبل وزعمت الصحيفة أن أحدى نتائج التي تعزز تقييم وفقا لشرطة الاحتلال ومسؤولين أمنيين آخرين أنهم سمعوا في مقطع فيديو التقطته كاميرا كاميرا للجسد لأحد عناصر حركة حماس وهو يسأل أحد المواطنين الإسرائيليين الذين تم ضبطهم عن كيفية التوجه إلى رعيم أي إلى المكان ليجري فيه هذا الاحتفال وقالت إن المقاومين الأوائل وصلوا إلى الحفل عن طريق سريع 232 وليس من السياج وبحسب شرطة الاحتلال فقد كان من المقرر أن يقام المهرجان يومي الخميس والجمعة ولكن الجيش أجله إلى يوم السبت واعتبرت الصحيفة أن التغيير في اللحظة الأخيرة يعزز من أن حركة حماس لم تكن تعلم شيئا عن المهرجان وأضافوا في هذا الحدث كان هناك في هذا الاحتفال يعني كان هناك حوالي 4400 شخص حاضرين في تقديرنا تمكن معظمهم من الفرار بعد قرار تفريق المحتفلين بعد دقائق من وابل السواريخ إلى آخر إلى آخر أي أنه هناك ثلاث معلومات أساسية هذه من صحيفة إسرائيلية ومنشور اليوم وهذا الترجم أنتح وهذه صحيفة لمن يريد أن يتأكد صحيفة هارت أولا أن المقاومين لم يكنوا يعرفون بالمهرجان وبالتالي هنا تسقط واحدة من البروباغاندا من أن مختاروا ذلك اليوم لأنهم كانوا عارفين أن فيه مهرجان يحضره آلاف من الناس وهم مدنيين وقصدوا قتل المدنيين وخطف المدنيين أي أنها الآن على نص الرسالة نص الصحيفة الإسرائيلية على مسؤول في الشرطة الإسرائيلية يقول أن حماس لم تكن تعرف بهذا الاحتفال وأن عناصرها كانوا يسألون أين توجد ريعيم بعدما فهموا باللي كان احتفال هذا 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 وحد الأمر الثاني أن طائرات وصلت هليكوبتر خاصة وطائرات أيضا وصلت هناك وطائرات بدون طيار وأطلقت النيران والآن هذا متداول على الانطق واسع فقتلت بعض المقاومين وكثير من المدنيين الإسرائيليين الهاربين هذه المعلومات الآن راهي تخرج ستخرج الصحافة لكن لو يطلق صراح الرهائن راحين يتكلموا بشكل واسع جدا خاصة الشباب منهم خاصة اللي كانوا في الحفل خاصة عما جرى لأن الخصة تتعلق بذلك الحفل فهذا يدمر الرواية الإسرائيلية والحقيقة أن روايات الإسرائيليين راهي كل مرة تتدمر من بين أيضا الروايات اللي تم تدميرها أو خلينا نرجع لها شوية من بعد اللي هي رواية المستشفى نكملوا مع وش كان قال اليوم نتنياهو إذن يقول ويسر من أن هناك ثلاثة أهداف تدمير حماس استرجاع الرهائن وعندما تنتهي الحرب أن تقوم هناك إدارة مدنية من خيار من اختيار هم ومن قبل كان يقول ويكون الأمن لنا بمعنى أن السيطرة الأمنية تكون لهم ويدروا ميليشيا شابه بتاع عباس بالرغم من أنه يرفض أن يأتي بميليشيا تعباس لماذا؟ لأن في الحقيقة نتنياهو عنده خصومة مع بعض الأجهزة من تعباس اللي هي موالية لخصوم الإسرائيليين موالية للليبيراليين والآخرين فما يخدموش معها كثير فهو لا يريد هذه السلطة ليس لأنها ليست عاملة إنما هي عاملة لخصوم السياسيين الإسرائيليين الآخرين وما تحبش تتعامل معها كثير لأن معها بنغفير ومعها سموتريتش فهو لا يريد هثم وهذا واحدة من النقاط الخلاف مع الأمريكيين اللي حابين عباس يزيد يسيطر على غزة ويريدون حتى ربما إدخال جنود سعوديين وإماراتيين ومصريين قال لك على الأقل هذة ثلاثة الدول وربما شوية من البحرين ومرة تتكلموا على المغرب قال لك هذه الدول المطبعة نجيبوا منهم جنود ونحطوهم في غزة يحرصوا ونجيبوا الميليشيا تعباس ونحطوها في غزة مع شوية تدخل أمني للإسرائيليين لكن في حدود ضيق هذا منوضوع راح فيه نقاش وخلاف كبير جدا الحقيقة لكن اللي خرج اليوم اللي يتأكد أنهم ليسوا بذلك الانتصار أنهم ما زالوا رهما يحاربوا وهناك حرب شرسة ومعارك ضارية كما قالوا هم في غزة ونحن نتكلم الآن على مدينة غزة فقط ليس القطاع ككل أن المقاومة ما زالت ترسل الرشقات كما يسمون إلى المدن الإسرائيلية وهذا كل الحقيقة بعد 43 يوم هو هزيمة لهذا الجيش لأنه لا يواجه دول إنما يواجه مقاومين سلاحهم هو سلاح بدائي ومع ذلك 23 يوم هو غرق مع أنه قتل الآلاف من المدنيين رهم هما يقولوا أنهم قتلوا أيضا الآلاف مما يسموه هما المخربين أي المقاومين لكن هذا أولا ليس أكيد وثانيا حتى لو كان هذا صحيح هؤلاء المقاومين هما عصلا كانوا مأسورين وفي الحصار يعني الذي يقود اللي هو هما اليوم رهم تكلم عليه نتنياهو عدة مرات ذكروا بالأسم وزير الله الدفاع ذكروا بالأسم اللي هو يحيى السنوار يحيى السنوار يطلق صراحه إلا في صفق التبادل تعسرة هو الذي يقود المعركة السياسية هو الذي يقود الجنح السياسي في المعركة وهو له القرار الأخير في كل ما يجري الآن في المعركة هذا كان معتبر انتهى منذ زمان ولولا أنت كانت في صفق التبادل الأسرة لما خرج إطلاقا من السجون كأن بعض الفلسطينيين لنسجون مع ربعين سنة ربعين سنة وبالمناسبة الآن عدد الأسرة يخترب من 10 ألف أو 11 ألف إذا أضطناهم اللي توقي المنظفة الغربية في فترة الأخيرة عموما الأوضاع لا تجري كما يريدون بالرغم من كل الضمار والحقيقة أن هذا الضمار لا يخدمهم على الرأي العام لننشوفه شوية في الرأي العام كيف كان اليوم أو بعض المظاهرات هذه أستراليا هذه أستراليا في أعتراف الدنيا كما تعرف أستراليا تبعد من هنا من 12 ألف كيلومتر أو أكثر هذه نيويورك 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 هي العاصمة الاقتصادية للإمبراطورية الأمريكية وهذه موريال موريال هي كبرى المدن في مقاطعة كيبيك في كندا وبالمناسبة مدامنا في موريال خلينا نشوف أيضا الجزائريين في موريال 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 تعرف تعرف كيف أنها تمكنت من إيصال هذا كان جزء من هذه المظاهرة وهذا جزء من مظاهرة كل سبت ضد القنصلية الإسبانية أيضا موريال وهذه كانت في مرسيليا في فرنسا إسرائيل موريال فرنسا فكتسمع الجزائري هؤلاء من أصناف متعددة يعني فيهم الأجانب وفيهم الفرنسيين الأصليين وفيهم الحامل الجنسية وفيهم وخارجين إسرائيل قاتلة وماكرون متواضع إسرائيل أساسا وماكرون كومبليس فكتسمع ما الذي يبرل العصابات عندنا أن تخرج مظاهرات مثل هذه في وهران أو في عنابة أو في بجاية أو في تلمسان أو في المدية أو في الجلفة ما الذي يمنع هذه المظاهرات تقول لماكرون في بلاد وفي مرسيليا أنك كومبليس أنك متواضع مع القتلة قتلة إسرائيل الذين يقتلون الفلسطينيين ولحقا أن فرنسا كانت فيها كثير من اليوم هذه كانت في باريس كان يوما ماطيرا ومع ذلك خرجوا وعشرة الألاف فأحد إخوانا اللي حضر قال لي أننا كنا 60 ألف أو يزيد وهذه كانت في ليون وحقا أنت في ليل شكرا للمشاهدة للمشاهدة وهاولئي دي بانكي في بارسلونة وهاولئي دي بانكي في بارسلونة توقف الانكي في بارسلونة وهاولئي كانت في اليابان توقف الانكي في بارسلونة يكتب فيها فلسطين ويكتب فيها اضافة الى فلسطين ايش العبارة الاخرى حقوق الفلسطينيين نعم حقوق الفلسطينيين حقوق الفلسطينيين وكانوا حاضرين فيها الالاف وربما عشرات الالاف حاضرين هذه الاحتفال اي انه تخيل الوضع اللي وصلنا فيه يعني انه يخرج مغني ومغنية وراقص ربما وراقصة يخرج ممثل يخرج لعب كورت قدم يتعاطف وتحرك الفطرة وما هوش مسلم وما عندهش علاقة بالاسلام ولا بالمسلمين ولا بالفلسطينيين كعرق أو كلغة ما عندهش علاقة مع ذلك تتحرك فيه الفطرة الإنسانية التي ترفض الظلم ترفض القهر ترفض الاستضعاف ترفض الذبح بهذه الطريقة ولا يخرج ائمة دعاة بعضهم لحيتون ركبتون لا يخرج ليقول هذه الكلمة على المنبر مع أنه يطلع على المنبر كل جمعة ويقوم دروس إلى آخره أو يقولها في الشارع لماذا؟ لأنه يخاف البعض لأن عقله لعبته به المداخل المخابرات السعودية لأنشأت هذه المدخلية في طبعتها الأخيرة طبعا المدخلية هذه قديمة زمان كانت مرجئة وكانت أشياء أخرى لكن طبعتها الأخيرة حتى الثلاثين سنة الأخيرة هذه صناعة مخابرات سعودية والتي تحقت عليها مخابرات الأنظمة العربية الأخرى كائن اللي لعب له في عقله وكائن اللي يعرف بالله هذا حق لكنه جبان وكائن اللي ليست مستعد بش يضحي بالصلاير ليست مستعد بش يضحي بهذه الدويرة اللي نعطينا له في ذاك الجامعة ليست مستعد بش تكون عنده يناقشوه وعلاشه وانت عليش تحضر على فلسطين الاخره مع أنه كائن مغنيين يربح 10 مليون أورو في ليلة أو 5 مليون أورو في ليلة كي يدير احتفال مستعد يخسرها وكائن اللي يخسروها كائن اللاعبين تعكورة قدم يدوا مليون أورو في الشهر وبعضهم مليون أورو في الأسبوع ومستعد بش يترك المنصب أو يتخلى عليه وكائن موظفين في أجهزة غربية عالية وكائن نواب وبرلمانيين هذا نقولنا ما هم لا مسلمين ولا عرب ولا عرق ولا أي شيء ومع ذلك تخلىوا على هذا بش يوقفوا مع الفطرة الإنسانية مع المظلوم أما أنت فأنت تحفظ آيات الله وهي بالآلاف القرآن كله هو صرخة ضد الظلم وتحفظ الأحاديث وربما الآلاف منها تحفظهم ومع ذلك تجبن لتقول كلمة حق على أساس أن العصابة تمنعك طيب افضح هذه العصابة على قلة قليلة من الآئمة قلة قليلة ثلاثة أو ربعة ربما اللي يشتغم هنا في الجزائر اللي قال ونص كلمة أو كلمة ونص هذا اللي صراحة مش قادر تفهم هنا ما تقدرش تخسر منصب تبدي فيه خمس ملايين في الشهر ما تقدرش لا تستطيع أن تخرج تقول كلمة حق ومن بعد ينعلبوها هذه الخمس ملايين الناس يسمعوا خمس ملايين اللي ما يعرفوش العمل الجزائري حسبوها مال كبير ميتين وعشرين أورو ميتين وعشرين أورو يعني يعطولوا ورغم كل اللي يسمعوا فيها ما يلاحقش شهر إلا عندوا ثلاث أولاد ولا ربع أولاد ما يلاحق الشهر لازم يروح يسلف ولا كش ما يتصطقوا عليه في الجامع ولا ولا كش ما يروح يدير حاجات الخاص يعني ما تقدرش تترك هاي حاجة هاكي يعني هؤلاء النظار تع وزارة الشؤون الدينية والمدارة في وزارة الشؤون الدينية والموظفين والآئمة والمساجد الجزائر فيها حوالي عشرين ألف مسجد كون يخرج واحد فقط من كل المسجد تديروا مظاهرة عارمة واحد فقط انطلقوا مثلا في العاصمة وأنا على يقين أن ملايين الجزائرين سيمشوا وراكم أو على الأقل قل عشرة الألف ومئات الألف يعني كيفاش واحد مغني لا يعرف الدين ولا اسمه ومنكره مصطول ومع ذلك يخرج يدافع على فلسطين وعلى غزة أو واحدة مغنية أو واحد كورث قدم أو واحد صحفي في تلفزيون غربي أو في يدافع أنجيلينا جولي تدافع ممثلة مشهورة تركت ربما التمثيل منذ فترة اختلفت مع والدها وتخاصمت معه ومنذ عشرين سنة تدافع على الفلسطينيين وهي تحت هجمة صهيونية عالمية مرأة وما ترجعتش وأنت تحفظ آيات الله وتحفظ الأحاديث والقصص وتحكي على قصص الأنبياء والذين كانوا جزء يقتل منهم وجزء يعذب وجزء يكذب ولكنك لا تستطيع أن تدر جرام واحد أنت أوش يدروه ناس سكارة في أماكن أخرى أو ناس ممثلين أو ناس لاعبي كورث قدم أو هوندبول أو منش عارف ما هذا؟ إنكم تدمرون الدين تكذبون على الله ورسوله خضعتم لعصابة إجرامية تزعم أنها مع فلسطين ظالمة ومظلومة وتمنع تمنعك في منبرك باش تقول كلمة حق؟ أو باش تخش الشارع ويمشوا براكم خمسين أو ستين شخص؟ ما هذا؟ ما هذا الهوان؟ ما هذه الغثائية؟ وكلكم تقرأون تلك الآية المزلزلة التي تقول وفي السماء رزقكم وما تعدون أنت تعرف أن رزقك لن في النهاية سيأتيك واضح أن السيسي بي أصبح هو أهم من أي آية تقرأ أو تلك دويرة اللي رامعاتين هالك من أهي دين رضيتهم بالقعود وهذا يليتك أن قعود من أجل الذهاب للحرب هذا فقط على قول كلمة فقط وإذا كان الناس العاديين يستطيع أن ينكر المنكر في قلبه فإن الذين يصعدون المنابر ويصعدون المجالس ويزعمون أنهم يحفظون آيات الله هذا لا، هذا لازم يقولوا الحق كما هو وطبعا يقرأوا الآيات التي تأمرهم بذلك والحقيقة أنها كانت احتجاجات ومظاهرات كثيرة جداً كانت في النمسا، كانت في إسبانيا، كانت في إيطاليا، في إيطاليا حتى في ميلانو، في روما، في فلورانس أو بالونس، يعني في مدن متعددة جداً في بلجيكا، في البوسنة والهيرسيك، في كرواسيا، في سربيا، في كثير من مدن العالم كما قلت هذا يدمر صورة هذا الكيان الذي كان يقدم على أنه الديمقراطية في قلب أو في أدغال الجهل، وفي أدغال الطغيان، حقوق إنسان في أدغال حقوق اللاحقوق لا حقوق، تدمر صورته الآن، وهما هذه اللي مش قادرين يفهموها، ولكن أيضاً معه تدمر تلك الأنظمة التي تنسب إلى العرب، وتسمى أنظمة عربية، والحقيقة أن الشعوب سواء كانوا عرب أو غير عرب، كلهم بريئين منها لأنها تخدم المحتل وأولها بن سلمان وبن زايد والسيسي، في حين أن الأردني يحاول قدر الإمكان الأردني يخشى الآن من أن الخطة، يبدو أن تبلغ الأردن من أن الخطة القادمة إذا ما نجحوا في تهجير غزة أو جعل الحياة فيها مستحيلة، أن الخط القادم للمتطرفين الصهاينة وخاصة المتطرفين الصهيونية الدينية، هو نقل الفلسطينيين من يهود والسامرة كما يسمونها الضفة الغربية إلى الأردن، وهو يخشى على نظامه وعلى ملكه، ولذلك الموقف الأردني بدأ يرفع في الجزء منها وقال أنه لن يوقع هناك اتفاقية كانوا بشي وقعوها، ويتحدثون حتى ربما على تجميد اتفاقية وادي عربة، اتفاقية العار أيضاً في نقاط أخرى، ما زالت حقيقة نقاط كثيرة، قلت من قبل باش ما ننساش، من أن أحد شوف هذا، هذه ما كناش نشوفوها في الإعلام الغربي لكنها رأي تتكرر الآن أكثر فأكثر، وهي هذه مثلاً شوف هذا الحوار ما بين هذا صحفي من فرنسفانت، من تيفي سانك والإسرائيل أتفاقية إسرائيل، وأتفاقية هذه اللغة براجعه، لقلت اي شاشته براي yerde، محضر أسناك؟ أتفاقية تترونه وذلك، دائماً نحال الأخير من الزاكية للتعاقية، اتفاقية لتنظرawa؟ أتفاقية إسرائيل، سنتتاكم هذه الردية يسببا على نطلق الإسرائيل ، ويشتروني العيون، إذا كنت يكونوا نفسيون المسلمينエリية ركب البراطية للجمال عزقه على المشاركة على المواطنسة ويستظر في الموجة كانت پولاً انهيستاني للحاكل على مقامكم ستجعله 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 وستجعله من المتحدة واناً وما منيزه التجعله قربي كارغي المتحدة هل يوجد أنه يوجد ؟ أو ي coverage على سبيل المنزل во المدرسة والمینام؟ ويجعل أم أي حسابة الجديدة؟ لا، ولم ون أحوالي ستطوري هؤلاء ستطوري للعامة من أسلاطة كيف؟ أنه متأس طوري الأسرائلة، فقال ستطوري لذلك؟ أن أحوالي جديد أن أعفوالي، أنني من هو المضيح، أنني من قبل أنت امتلكم ستطوري من رسالي وهذه الغزلة كيفية أن تتكونون رضاً؟ La réponse est non, évidemment. Evidemment que non. Il n'y a aucune strategie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital. C'est impossible. Ecoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont insacré des enfants, ils vont entrer des femmes, brûler des gens, brûler des maisons. Vous ne croyez pas qu'ils se comportent selon le droit international ? Ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain ? Donc vous allez le faire ici. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir ? هذا شيء قلى لهم نظير مثلا بالرغم انها تبدو باش لخص خوتنا فقط اللي ما يتقنوش فرنسية صحفي الفرنسي يسأل باختصار يعني لانها دامت اكتر من دقيقتين يسأل ناطق ولابس لباس العسكري كما ترونه ناطق باسم الجيش الصهيوني يقول له هل من الحرب يعني ان تدخلوا المستشفيات يقول له وهذا من القانون الدولي يقول له نعم احنا نحطر من القانون الدولي احنا ديمقراطية وكان ضروري علينا ان ندخل وكان هناك شماعة حماس يقول له لكن انتم يعني ما هذا فيه فيه اختراق للقانون الدولي فينزعج هذا الصحفي ينزعج هذا الضابط الصهيوني ويدخل معه من بعد في نقاش الدرجة انه لا يتحمل السؤال لانهم والفوا هؤلاء والفوا في القنوات الغربية يجوا يقولوا ما يريدون والصحفيين يزيدوا يعاونوهم ويتوسعوا معهم يعني كما تشوف الصحفيين تعتبون يطرحوا له الاسئلة متفقين عليها ويزيدوا يعاونوه يعني هكذا كانوا مولفين الضباط الاسرائيليين والناطقين باسم اسرائيل الاعلام الغربي بالنسبة اليهم متابع يعني ما فيش وهذه القناة كما قلت هي تيبي سانك تيبي سانك هي تابعة الخارجية الفرنسية والخارجية الفرنسية ما عندها حتى تعاطف مع الفلسطينيين وله لكن كان غضب داخل فرنسا داخل الخارجية الفرنسية كان غضب لان هذا النظام الصهيوني يجرهم يجر الغرب كله الى كوارث فالصحفي اكيد انه مجدش من عنده اكيد من المنتج او من المدير المسؤول يقول له طرح اسئلة طرح بدأت هذه الاسئلة تطرح على الناطقين باسم هذا الجيش وفي النهاية الصحفي قال له خلاص انتهت القاضي يعني يكمل معه بقطعه يعني فهذا الشيء شتر عن جهية انت المتحدث الاسرائيلي بدأوا يكرهوا هذا الشيء في الغرب بما فيها في الاعلام اللي كانوا مسندهم 100% وصحفيين اللي كانوا مسندينهم 100% الان في كثير من المرات فيه تحدي لهم وفيه رد عليهم هذه كلها مبركات غزة لكن مش هذه فقط مدم جبنا الموضوع التالي الاعلام صحيفة لوس انجليس تايمز وهي واحدة من كبريات الصحف الامريكية كتبت افتتاحية كتبت افتتاحية اليوم قالت فيها بعنوان وقف اطلاق النار الان يجب ان يتوقف القتل في غزة لقد اصبح من المستحيل التمييز بين العملية الاسرائيلية غير الجراحية ضد مقاتلي حماس في غزة والقتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين واضافت انه عندما يكون ما يسمى بالتوقف الانساني في القصف والعمليات البرية قصيرا جدا بحيث لا يسمح بشكل واقع للابرياء بالفرار او عندما لا يكون هناك مكان يذهب اليه غير المقاتلين بعيدا عن خط النار ايضا فان مثل هذا التوقف يكون ناقصا للغاية وبلا معنى واكدت هذه الصحيفة انه حان الوقت لوقف اطلاق النار واضافت وهي كاتبة لقد حان الوقت لادارة بايدل لممارسة ضغوط قوية ومستمرة على الحكومة نيتنياهو لوقف الهجمات التي تفيد التقارير بانها ادت الى مقتل اكثر من 11 الف من سكان غزة ولا يمكن للعالم ان يقف موقف متفرج ليشهد المزيد من المذابح المدنيين وشددت الصحيفة على ان اسرائيل تزعم ان حماس تستخدم مستشفى الشفاء كمركز قيادة ومخزن الاسلحة وعلى الرغم من ان الجنود الاسرائيليين الذين دخلوا المستشفى لم يتمكنوا من تقديم سوى القليل من الادلة التي تثبت ذلك لكنها زعمت انه لا يوجد سبب للشك في ان حماس ستعامل للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ولكنها اضافت ان ما اسمته الفضايع التي ترتكبها حماس لا تبرر الفضايع الفضايع العينية لاسرائيل وانه في اعقاب الهجوم الاول الذي شنته حماس اصدرت اسرائيل تعليماتها لسكان شمال غزة بمغادرة منازلهم ولم تقدم اي التزام بانهم سيتمكنون من العودة على الاطلاق وقد ادى الانتقام الاسرائيلي الى تدمير المنازل وقطع الكهرباء والاتصالات مما جعل من المستحيل على الناجين من القصف حتى البحث عن بقايا عائلاتهم وجيرانهم تحت الانقاذ والان تشير اسرائيل انها ستكثف هجوم على جنوب غزة حيث احتشد قسم كبير من سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن 2 مليون وتستمر يستمر المقال مقال الصحيفة وهو في الحقيقة هجوم على الكايل اسرائيلي صحيح يهاجموا ايضا حماس ولكنه هجوم على الكايل اسرائيلي من واحدة من كبريات الصحف الامريكية اللي هي صحيفة لوس انجلس تاين تضيب في نهاية الحديث من منطلق دراكها لاخطاء امريكا يتعين على ادارة بايدن الان تجنب التواطع مع اسرائيل لقد فات الاولي تبرير الرعب في غزة يتعين على بايدن ان يضغط على نتنياهو بشدة لوقف القتل الجماعي والعشوائي ويبدأ ذلك بالدعوة الى وقف اطلاق النار هذا لم يكن ليكون لو لا بركات غزة لو لا تلك الدماء دماء الابرياء لو لا ثبات والصبر الاسطوري لهذا الشعب صحافة غربية بدأت تضغط وبشدة على صانع القرار في الغرب بدأت ترفض الرواية الاسرائيلية بدأت تشكك فيها بدأت ترد عليهم هذا لم يكن كان الغرب يشكك في كل شيء صحافة تشكك في كل شيء في الملك في الملكة في الحكومة في الله في العبد في الإنسان إلا في إسرائيل باسم الخوف من الانتسيميتزم معادة السامية أن يتهم أي واحد بمعادة السامية فينتهي مستقبله يدمر مستقبله لكن الأمر تغير لعلكم تلاحظون أن أمس اليوم في هجمة شديدة على إيلون ماسك الذي تهمه بايدا شخصيا أو البيت الأبيض بأنه معادل السامية ولكن بدأ يرد إيلون ماسك زمان كان لما واحد يتهم بالمعادة السامية خلاص يخنص يخاط الآن ره يرد وتصادف أنه اليوم أرسل سفينة فضائية للأجواء ويبدو أنها كان لها نجاح بالرغم من أن أكثرية الحكومات الغربية بما فيها الاتحاد الأوروبي وسحبوا الإعلان عنده في موقع إكس أو موقع تويتر سابقا العالم يتغير غزة تغير دماء الأبرياء تغير العالم يرى بطريقة أفضل صحيح مازال مشارة في الصورة كاملة لكن الحقيقة بدأت تظهر أو جزء منها على الأقل شباب خاصة لتحتار بعين سنة لأنه عنده أكسل أكثر إلى موقع تواصل الاجتماعي إلى آخره يعرف أفضل وهو أكثر الناس الآن الرافضين للجرائم الصهيونية هذا كله من بركات غزة ودماء الأبرياء دماء الأبرياء هذه ستكون لعنة على كل طاغية عندنا ولا عندهم الرئيس تركي أمس في برلين طاعا برلين ما زالت نتيجة للعقدة الرهيبة نتيجة لأنها في برلين هذه بالذات قتل عشرات الألاف من اليهود وفي ألمانيا قتل الملايين منهم في الثلاثينات فما زالوا مرعوبين من تلك المرحلة وذهب أردوغان هناك وكانت هناك مشادة بينه وبين أحد الصحفيين اللي هدوا من أن ألمانيا لن تبيعه الطائرات اليورو فايترز قالوا تهددني نشتري طائرات من مكان آخر تركيا بدأ موقفها يتعدل واليوم وزير خارجيته يقول بأنهم ينظرون في كل الطرق بما فيها الدبلوماسية ولكن خارج الدبلوماسية أيضا ما يمكنهم فعل وأنهم فكروا في قطع العلاقات مع الكائن الإسرائيلي وأنهم يتصلون بكثير من الدول لوقف هذه الهمجية إذن بدأ المنقف التركي يكبر نتيجة أيضا أن هناك قضب شعبي تركي عارم حقيقة حتى المعارضة التركية كان منقفها حتى قبل أسبوع أفضل من الحكومة وهذا لم يكن منتظر من معارضة تركية أغلبيتهم لكن تغير الأمر أشياء أخرى أيضا في الحقيقة تتغير وعلى ذكر هؤلاء الذين ترتفع أصواتهم أيضا هناك مستشارة أمريكية أنصح بقراءة حوار طويل رح نقرأ لكم منه فقط فقرتين أو ثلاثة لكن أنصح بقراءته موجودة على عربي 21 وهي مستشارة وزير العدل الأمريكي الأسبق سارا فلوندرز تقول أن الولايات المتحدة شريكة لأبعد مدى في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية البشعة التي ترتكب يوميا في قطاع غزة المحاصر وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأضافت أن مسؤولية الولايات المتحدة عن تلك الجرائم لا تقل عن مسؤولية إسرائيل لأن واشنطن تقدم دعما عسكريا وسياسيا وديبلوماسيا وماليا غير مسبوخ لتل أبيب ودعت إلى الوقوف بكل الصور المتاحة في وجه ما وصفته بالدور الفاشي والإجرامي الذي تلعبه الولايات المتحدة حاليا في الحرب ضد غزة وضد الفلسطينيين والشعوب المختلفة عموما وقالت إن كل جريمة ترتكبها القوات الإسرائيلية ممولة بالدولارات الأمريكية مؤكدة أن إسرائيل ما كانت ستبقى موجودة على وجه الأرض لولا الدعم الأمريكي اللامحدود كلام قوي جدا حقيقة من مسؤولة كبيرة كانت مستشارة لوزيرة العدل الأمريكي وتقول كلامه كلام كبير جدا وطويل الحديث معها وتجيب فيه نقاط متعددة جدا مثل هذه المسؤولة السابقة الآن نرى هم كثيرين وكثيرين جدا سواء مسؤولين عسكريين سابقين مسؤولين في المخابرات في الخارجية في الدبلوماسية في العدل إلى آخره وهذا مهم جدا لكي يعرف العالم حقائق ما يجري عندما تكلم هذه واسمها سارة فلوندز مش عندما يتكلم واحد مسلم ولا واحد عربي ولا واحد قبيلي ولا واحد كردي ولا يدافع على فلسطين هؤلاء طبعا يوصلوا لمجتمعهم ويوصلوا للناس اللي يعرفوهم ولأصدقائهم وزمالهم بشكل أفضل وهم يعرفوا الطرق ومفاتيح شعوبهم ومفاتيح المسؤولين فتأثيرهم كبير وكبير جدا ما زلنا ما زال ما وصلناش إلى حد تنقل فيه الأمور تماما لصالح الحق والحقيقة لكن الطريق وضعت السكة على الطريق وهذا مهم جدا لأن كما قالت هنا قالت لو لا الدعم الأمريكي ما كانت لإسرائيل أن تكون موجودة هذه الحقيقة لو لا الدعم الغربي وعلى رأسه الأمريكي ما كانت لإسرائيل أن تكون موجودة خاصة بهذه الفضاعات هذه الفضاعات اللي أسمعوا هنا واش يقول عليها واحد يهودي وبلحية طويلة جدا أسمعوا واش يقول ترجمة نانسي قنقر يبدو أني ما سجلتوش وربما نرجع لكم به المرة القادمة دعونا نرى هذا هنا ممكن نلقاه إذا لم يكن نرجع له المرة القادمة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حديث جميل حديث جميل يقول أنه هو في الحقيقة من أسره عمرها سبعة أجيال في الأرض المقدسة في فلسطين ولكن منذ أن جاء هذا الكيان عشرات الألاف من أمثاله من أمثال هؤلاء الأسر غادروا فلسطين لأنهم لا يريدون أن يكونوا تحت حكم الصهاينة ويقول أن الصهاينة هم أعداء اليهودية واليهود وهذه في الحقيقة فيها كتابات كثيرة جدا إن شاء الله المرات القادمة أيضا نجيب لكم كتب ونقرأ منها مقاطع اللي يتكلموا هذا الكلام وهما يهود وبعضهم كانوا صهاينة السابقين ويني ثبتوا بأن الصهيونية ضد اليهودية وأن الصهيونية في الحقيقة تتعاون في كتابات يعني في كتابات مؤرخين إسرائيليين يقولون أن الصهاينة تعاون مع هتلر هم يقولون ذلك مش من عند نحن وتعاون مع النازية وفي كلام في هذا وفي سنأتي أيضا بمقاطعة تسمعوها مباشرة من هؤلاء المؤرخين اليهود منهم شلايم مثلا هذا اللي هو مؤرخ وكتب في هذه القضايا جيد جدا لماذا؟ لأنه مهم جدا يا إخوانا أننا ما نخلطوش ما بين الظالم الصهيوني سواء كان يهودي أو غير يهودي وما بين اليهود ككل قبل 14 قرن أوصان الله عز وجل وعمرنا وقال لنا ليسوا سواء ليسوا سواء معركتنا مع الظالمين منهم وليس كما لأن بعض الناس مرة تختلط عليه الأمور بالنسبة ليه أي يهودي لازم يلعنو لا 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 كان مواقع معينة مواقع معينة تحدث في القرآن على أقوى معينة منهم على أفعال معينة منهم وكان يدين سلوكهم ولا يدينهم لأنهم يهود لأنه هو اللي يخلقهم الله سبحانه وتعالى هو اللي يخلقهم كان يدين سلوكهم المنحرف سلوكهم الذي يحرف القرآن ويقتل الأنبياء وبعدين جاء القرآن وقال من قوم موسى ذكر من قوم موسى أمة يؤمنون بالحق وبه يعدلون وقال ليسوا سواء لأن مرات يبعث لي بعض الناس يجير سائل هكذا يلعن اليهود ككل ويسبهم ككل ليسوا سواء الصهاينة كثير منهم يهود لكن ليسوا كل صهاينة يهود كثير من اليهود ليسوا صهاينة وكثير من غير اليهود صهاينة سمعنا مثلاً بايدن قال والد قال له ليس ضرورياً أن تكون يهودية لكي تكون صهيونياً فقال أنا صهيوني ولست يهودي ومسيحي كاتولوكي من المناسبة فيجب أن لا يقع خلل وخلق بين يعني هنا نتحدث على إيديولوجية معينة هي الإيديولوجية الصهيونية التي التي تظلم الناس التي تقتل الناس التي تدمر الناس التي هذا اللي اتحدثوا عليه والتفريق مهم جداً لأن عدم التفريق يخليك بالفعل تدخل فيما يطقع لهما الانتسيميتيزم أو معادات اليهودية ونحن ديننا يأمرنا بأن لا نعادي أي قوم أي ناس أي بشر باعتبار ما ولدوا عليه لأنه ولد مسيحي ولا لأنه ولد يهودي ولا لأنه لا نحن ومشكلتنا معهم في هذه الدنيا هي مشكلة السلوك انتاحهم الظلم انتاحهم قضيتهم مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في قضية الإيمان والكفر وهذا أمر يخص الله سبحانه وتعالى ولا أحد منا يستطيع أن يقول أنه يضمن جنة أو نار ويضمن أنه هو التقي وهو الورع والآخر ليس كذلك إلى درجة أن هذا في ديننا كما تعرفون أن لا أحد يجب أن يزكي نفسه حتى لا يسقط كل أجر فما بأن هذا مهم جدا يعني بعض البسطاء لا أقول بسطاء الناس إنما بسطاء العقول بالنسبة لي ما يميزش والتمييز مهم جدا لأن لماذا لدينا شوفوا هام كاين لدينا يهود مناصري لفلسطين ويدافعون عنها ويتظاهرون من أجلها ويساعدون الفلسطينيين والغزويين ويدافعون عنهم في كل مكان وفي كل منابرهم وكاين مسلمين بين قوسين يناصرون الكاين الصهيوني والصهيونية ويقتلون الفلسطينيين ويحاصرونهم والمثال التعسيسي ولا بن سلمان ولا بن زايد ولا حتى هذا المليك إنتعي أمثلة صغيرة إذن المشكلة أنتعنا ما هي المشكلة أنتعنا هو الظالم والفاصل بيننا هو الظلم في هذه الدنيا طبعا لمن أراد الدنيا والآخرة فالتوحيد ضروري لكن في هذه الدنيا ما الذي يفيدني أن يكون السيسي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويذبح المصريين ويذبح الشعب المصري ويحاصر غزة أو يقولها شنغريحة ويفعل في الجزائرين ما فعل وما يفعل أو يقولها بن سلمان ويفعل في السعودية ما يفعل ما يفعل هذا يفيده توحيده ودينه ويفيده وإذا كان متدين أن يفيده أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكن في هذه الدنيا هذا إذا كان صادقا لكن لا يعقل أن يفيده وهو مجرم ويقتل ويعذب ويظلم ويسرق وينهب وطاغية لا يمكن لا يمكن طبعا دين المداخلة وحاشا أن يكون هو الإسلام إنما هو التحريف والتزييف للإسلام يقدر يقول لك بللي ما كاش مشكل مدامه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يفعل ما يشاء وهذا ظلم عظيم وكذب وبهتان عظيم يا عبادي حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينك محرما فلا تظالموا والظلم ظلمات يوم القيامة لكن ابتلينا بهذه الأقوام ترون الدم الفلسطيني يسيل أنهار وبن سلمان ومن معه لديهم ما يسموه بمواسم الطرفية لهي مواسم مسخ حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة لا أعرف كم هو الوقت الآن موسيقى 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 قد نتوقف هنا ألقاكم غدا إن شاء الله في لقاء مع أحد إخواننا للحديث عن قضية غزة من منظور البلد اللي هو أصيل منه وموقف هذا البلد ولماذا يقف هذا البلد هذا الموقف لا أكون مع المستضعفين في كل مكان حياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته